السلام عليكم المرادي بقى هنتكلم على موضوع الثالث وجديد اللي هو موضوع الأصباغ طيب بالنسبة لموضوع الأصباغ التعريف بتاع كلمة الصبغة أو الضيز هي مركبات عضوية تستخدم تلوين المنسجات والجلود والمواد الأخرى ماشي أوكي طيب في صبغات مخلقة وفي صبغات مصنعة زي كلمة بيجمنت 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 دي صبغة طبيعية أما ضايز صبغة صناعية يبقى خلي ما لنبقى كلمة ضايز مقصوب بيها صبغة صناعية مخلقة إحنا اللي عملناها أما بيجمنت صبغة طبيعية زي اللي تيجي من الفواكه الفراولة والعناب وكده طيب أوكي طيب الصبغات طبعا بتستاني فيه كثير من المنسج أهم حاجة يكون عندي فيبر عشان أبتدي أصبغه أو سطح ألمس أو سطح خشن على حسب نوع الأسطح لنا هستخدمه طيب اللون والتركيب بتاع الضايز يعني طبعا احنا في الكورس بتاعنا احنا هنتكلم عن الضايز بس مش هنتكلم على البيجمن طيب لون المادة اللي بتوقف عليها الامتصاص إيه بمعنى بص كل الكلام اللي قدامنا أوكي انا هسابه لكم تقولوه بس انا عزيز تتعرف حاجة واحدة العين أنا عندي طبعا عندي سبع ألوان أساسية مش كده طيب العين لو امتصت لو كل الأضواء بينزي عليها الدوق بينزي عليها وجات عكست لون عكست اللون الأحمر يبقى أنا هشوف اللون الإيه؟ الأحمر طيب عكست لون الأزرق هتشوف اللون الأزرق طيب ده في العكس هتشوف فماذا إذا امتصت المادة؟ كل الضوء ما عادة اللون الأحمر يعني معنى الكلام ده إن اللون الأحمر يحصل لون عكس فإذا تسمح بمرور اللون الأحمر وتعكسه وبالتالي احنا نشوفه أحمر طيب لو هو اللون الأحمر ده امتص يعني المادة امتصت اللون الأحمر فالعين هيظهر لها الرؤية اللي هيظهر لها اللون المكمل للون الأحمر اللي هو الأزرق طب نعرفها ازاي؟ نعرفها من الجدول ده احنا داتي لو امتصت الاحمر يديني لون ازرق امتصت البرتقالي يديني لون ازرق برضو امتصت الاصفر يديني لون نيلي لو ازرق النيلي امتصت الاخضر يديني بنافسيجي خلاص؟ طبعا الالوان دي كلها لها درجة موجة او طول موجي فعندنا طول موجي طبعا اعلى طول موجي هو السبع تلاف اللي هو الازرق ومش كده واقل طول موجي اللي هو اللون البنفسيجي زي ما احنا شايفين قدامنا طيب هنقر بس استطيعين دول لو بيقولك ان معظم الركابات العضوية لا خاصية انتصاص الانتقال للدوء ولكن في الغالبية العظم للحالات يكون انتصاص منطقة فوق بنفسيجي المنطقة بفوق بنفسيجيه دي هي المنطقة المميزة للمركبات العضوية فقط لغير طيب نيجي بعد كده هو الهيكل البنائي لأي ضايز انت الهيكل البنائي لأي ضايز عندنا في حاجتين في حاجة اسمها كروموفورم وفي حاجة اسمها اوكسو كروم الكروموفورم هي المادة او المجموعة الوظيفية الحاملة للون وفي الغالب بتكون عبارة عن مركبات الالكترون اتراكتين جروب انا عرفها من الجدول يعني دي الالكترون اتراكتد جروب يعني مجموعات جاذبة الالكترونات والاكسو كروم مجموعات معطية الالكترونات اللي منول عليها الالكترو اه اقول الالكترو دونياتينج جروب يبقى دي اتراكتد او ووزدروينج ودي دونياتينج فالاكسو كروم زي ما كاتب كده مجموعات معطية الالكترونات زي ما المسال ده قدامنا الان اتش تو اما الان اوتو الان اوتو دي كروم نور عليها كروم وفورم نتيجة ان هي مجموعات ساحبة الالكترونات طيب الجدول اللي قدامي بيوضح لي بقى ادي انا بقسم لكم هنا ده الاكسو كروم كلها زي ما هم شايفين مجموعات الالكترون ريليزينج جروب طلع الالكترونات زي الهايدروكسل والاماينو والمونوالكايل اماينو والديالكايل اماينو اما في كروم وفورم في النايترو والكربونيل والازو والاسينين والكوينين وهكذا خلاص يبقى عزين نميز بين الكروفورم والاكسو كروم عشان سهلة عليكم الاكسو كروم مجموعات معطية الالكترونات الكروم وفور مجموعات ساحبة الالكترونات احنا كده هنقف المرة دي عند النقطة ديت المرة جاية نروح ناخد تقسيم الدايس اشتركوا في القناة